والمزيد من المتابعة التحليل ينضمون إلينا من القاهرة رئيس مركز الأهرام لدراسات والسياسات الاستراتيجية لأستاذ مجدي الصبحي أستاذ مجدي في ظل مطالبة وزيرة الاستثمار صاحر نصر بمؤسسات التمويل الدولية بالقيام دور أكبر هل يعني ذلك عن قصور أو أي تقصير من جانب صندوق النقد أو مؤسسات التمويل الدولية في برنامج الإصلاح المصري؟ لا أعتقد ذلك لأن التركيز في الحقيقة هنا هو على الدول الأفريقية مجتمعة هذه هي المجموعة الأفريقية محافظة المجموعة الأفريقية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة تعقد للتشاؤر بشأن مطالبهم من هذه المؤسسات الدولية ربما ما تشير إليه الوزيرة في الحقيقة هو ربما ما زال هناك نقص شديد في الاستثمارات وبالتالي هذا المؤتمر يركز على كيفية دعم القطاع الخاص وعلى كيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا وخاصة في الحقيقة في قطاعات البنية الأساسية من الطرق البرية أو الجوية أو في قطاعات الطاقة حيث أن نعرف أن العديد من الدول الأفريقية ليس لها خطوط اتصال مباشر تضطر على سبيل المثال لتذهاب لدول أوروبية حتى تتوجه إلى دول الأفريقية مرة أخرى أعتقد أن هذا يعني أن هناك قصور في الاستثمار سواء الدولي أو المحلي الكافي للربط ما بين الاقتصادات الأفريقية على كافة منحها هل تأثر برنامج الإصلاح المصري بهذا القصور يعني هل يسير وفق ما خطت له ووفق توصيات صندوق النقد أو مؤسسات التمويل الدولية أعتقد ذلك لأنه هناك في الحقيقة مراجعة نصف سنوية من قبل الصندوق قبل أن يسرف الصندوق شريحة من المتفق عليه من القرد البالغ 12 مليار دولار والشريحة تقريبا 2 مليار دولار يتم قبلها منقشة الحكومة المصرية فيما تم إنجازه وإذا كان يتطابق مع البرنامج الموضوع عمله وبالتالي يتم استماح بصرف الشريحة بعد التأكد من أن على الأقل أغلب ما تم من شروط قد تم تنفيذه خلال الستة الأشهر الماضية في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والأسواق العالمية كما أشار وزير المالية هل تعتقد سيد مجدى أن خيار طرح السندات الدولية هو الخيار المناسب أم يجب البحث عن فرص تمولية أكثر جدوى من طرح السندات؟ أعتقد بالطبع أنه ستصبح هناك مشكلة متزايدة مع مرور الأيام بسبب اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية الارتفاع ونعلم أن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية الارتفاع يعني أنه بالضرورة ستطلب أسعار فائدة أعلى على السندات المصرية التي ستصدر أين كان الأجل الذي تصدر به وبالتالي يصبح البحث عن بديل أفضل أعتقد أن الأفضل في هذا المجال منذ البداية هو محاولة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطعات الصناعة والزراعة والخدمات المصرية كبديل عن الاختراض عموما سواء عن طريق السندات أو غيرها من القروض مع مؤسسات التمويل الدولية أو حتى مع الدول الكبرى في هذه النقطة نتسأل هل كل الديون أعباء أم أن الأمر يتوقف على كيفية إدارة هذه الأموال بغض النظر عن أسعار الفائدة أو الظروف التي تحيط بالأسواق العالمية هناك جزء في الحقيقة مرتبط ببرنامج الصندوق في العمل على تدعيم الاحتياط لدى البنك المركزي وهذا الجزء على المدى القصير لا يمكن فعله إلا عبر الابتراض من الخارج وكانت الوسيلة الأسهل بالطبع هي إصدار السندات والأزون لصارح وزارة المالية المصرية بينما يوضع المقابل لعملات الأجنبية في احتياط البنك المركزي ومن هنا معظم هذا الاحتياط هو في الحقيقة من الديون البديل الثاني أو ما كان مخططا له هو أن تدفع هذه الظروف الاستقرار الاقتصادي في البلاد بحيث يتم جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي يمكن في هذه الحالة زيادة الصدارة للخارج وتقليل الواردات بحيث نعود إلى موقف توزني أفضل نتيجة لقطاعات الانتاج أو نتيجة لزيادة الجذب السياحي من الخارج أو نتيجة لجذب الاستثمارات الأجنبية من واشر من الخارج وبالتالي يقل تدريجيا استخدام الديون في تغطية العجز سواء في موزن عمل الدولة أو في ميزان المدفوعات هذا ما زال ضعيفا إلى حد ما ما زلنا في الحقيقة نستبدل ديون بديون لأجل أطول ربما في بعض المرات لكن ما زال الارتفاع في الصدارة للخارج رغم من وجود الارتفاع إلا أن الارتفاع لا يسمح بتغطية العجز الكبير في الميزان التجاري وبالتالي أعتقد أيضا أن موزن العمل الدولة على رغم من السيطرة على العجز فيها لكن ما زال هذا العجز كبيرا في حدود 9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو في الحقيقة أيضا مؤشر كبير نسبيا وبالتالي لابد من جذب استثمارات أجنبية مباشرة ودفع القطعات التي تتولد عملات أجنبية مثل السياحة حتى يمكن تحقيق الأهداف الموضوعة في البرنامج أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ مجدي صبحي رئيس مركز الهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية